السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أسهل الطرق لتسهيل فتح ونقر بحيط ده السؤال تسأل والطلب مننا وإن شاء الله هنجاوب عنه النهاردة بالإجابات العلمية الصحيحة بعيدا عن معلومات كتير موجودة على الإنترنت بتقول كلام ماروش أي أساس من الطب وأرجوكم ما اتطبقوش لأنه بيدرنا أكتر ما بينفعنا ويا محالات جات لنا العيادة بسبب الأذى اللي بيلحقها من تمرينات حتى غير صحيحة وغير خاصة حالتها فأرجوكم أرجوكم حتى الوصفات والإجراءات مش كلها صح فمعاكم النهاردة دكتورال يام الشيال أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وإحنا نهاردة في طبيبتي همشرح كل ده بالتفصيل قبل أي حاجة لازم نكون فهمين يعني إيه توسع عنق الرحم إيه يعني عنق الرحم ده إيه حكايته عنق الرحم هو عبارة عن عارفين سورة الدنانير هو بالضبط كتا سورة الدنانير هو الحاجة اللي موجودة في مكان ما الحاجة اللي موجودة في آخر الرحم موجودة وقفلة كده على راس البيبي فإحنا قمنا مسكين سورة الدنانير وقلبناها كده فإحنا عايزين نزر الدنانير منها فإحنا عملين نوسع فعونق الرحم نوسع فعونق الرحم لحد لما يوصل للمقاس الصحيح قال هو مقاس راس البيبي اللي هو كام اللي هو عشرة سنتي ممتازة اللي هو بنتكلم على قطر متوسطه من 9.5-10 سنتي ده بيحصل في الفترات الأخيرة وإحنا أخيرنا 9 ونص بصراحة لكن بعض الحالات بتعدي على 10 سنتي فخلينا نقول إن ده من نسبلنا تناسق أو شيء مناسب إننا نعدي منه راس البيبي بالنسبة لعونق الرحم هو عنق الرحم غير الحوض براف عنق الرحم تماما مختلف عن الحوض عنق الرحم شيء والحوض وعظم الحوض هو شيء تاني خالص فإحنا لازم نكون فاهمين إن عونق الرحم هو الصفتاتيشو أو الأنسجة الطبيعية ولكن الحوض هو بيتكون أكتر من العظم العظم بتاع الحوض فإحنا محتاجين إن عونق الرحم يفتح عشان نعرف نعدي راس البيبي من هنا إيه أدواني نضر نديها؟ أوه في أدواني نضر نديها وأكيد المراحل دي عدت عليها الحالات دي في حالات فيها بتفتح عونق الرحم بالفعل وفي حالات لا لكن خلينا نقول إن من أجمل الأمور اللي تقوم بها من أول يوم في التاسع هو الماثاجينج أو تدليك الحلمة بحيث إن أنت توصلي الحلمة لمرحلة إنها تعمل مغص تدليك دايما المغص أو تعمل انقباضات في الرحم انقباضات مسؤولة عن إنها توسع عنق الرحم أكتر يعني إلى حد ما فتبدأ إنها تفتحينها عنق الرحم نقطة ثانية بعض الحلاط إن يديها أدوية برضو كل الأدوية بتشتغل عن نقطة واحدة وهي نقطة الإنقباضات برضو بعض الادوية مسؤولة عن انها تام من انقباضات وبالتالي بتساعد عنق الرحيم انه يرتخي ولكن زي ما اتفقنا ان الانقباضات مهياش هي العامل الاساسي مهياش هي المكون الرئيسي ومال في حاجات تانية يقدر نعملها؟ اه في حاجات تانية نقدر نعملها من ضمنها الميا نشرب ميا كتير شرب ميا كتير جدا جدا حاولي ما تحرميش نفسك من المياه في المراحل الاخيرة دي من الحمل انت محتاجة كل عضلة في جسمك تكون رطبة اوي وتكون مستعدة اوي تحفظي دايما على وضعية جلوسك تحفظي على نفسك قاعدة في قاعدة اللي ربنا سوحات على خلقنا فيها الذي خلقاك فسواك فعدلك ربنا خلقنا مع الدولين كده فياني اتمنى ان انت دايما تحفظي على الوضعي دي انا عارف انه صعب في وجود الحمل عارف ان الوضعي الاسعلي وضعي اننا نميل قدام كده لكن الصح ان انت تكوني قاعدة كده فردة الظهر مهمة جدا طب في شيء تاني نقدر اننا احنا كاطباء نعمله احيانا الفحص بيقامل زي تراجرينج كده او بنامل حاجة اسمه سوابينج من ضمن الحاجات اللي قد تساعد على فتح ونقرح وعتمارين الاطالة من التمرين الجميللة جدا اللي قد تساعد على فتح ونقرح اكيد اكيد من ضمن الحاجات اننا نسرع الطلق او نساعد احيانا اننا نخلي الطلق يكون موجود بشكل طبيعي للحالات اللي عندهم طلق ضعيف او بطيء او بسيط ده من ضمن العامل اللي بتساعد على فتح ونقرح يعني ازان في حاجات تقدر تتعمليها بنفسك من ضمنها المساج اللي بيتميل السادي وشرب كميات مية كبيرة والتمرينات زي تمرينات الإطالة وكرة الولادة أو كرة الحمل اللي احنا بنقول عليها اللي بتعودي عليها وبتعملي برضو دورها كإطالة لمنطقة العضلات ومساجنج كده للحض وفي أمور احنا اللي بنقوم بها كأطباء من ضمنها الأدوية وبعض الأدوات المساعدة أو بعض الحركات المساعدة لعونق الرحم وتبليك المساعد لعونق الرحم إننا نقدر إننا نوسعه بشكل إلى حد ما بسيط كل دي أمور مساعدة وتسهل فقط توسيع عونق الرحم ولكنها ديها حدود في كل شيء وأيضا مش دايما مضمونة النتائج في كل الحالات أتمنى إننا نبعد تماما بقى عن كل التوصيات الموجودة بقى كل كلام اللي بتقال الغير مسند بسند علمي وطبي صحيح أرجوكم ما تعملوهوش مش عايزين نشوفوا الأثار الجانبية اللي بتحدث نتيجة ده والتمرينات الغلط اللي بتحدث نتيجة ده واللي بتجن العيانة فيها مأزية وممزوعة يعني بلاش إن شاء الله بإذن ربنا يعني تكون فيه ناس اللي استفادوا من الدرس يكونوا وضعوا علامة لايك وزودوا لايك كتير بحيث إن فيه ناس كتير هتشوف الدرس ده و هيستفيدوا وإن شاء الله يأمنوا كل الناس من إنهم يوصلوا لهذه المرحلة من مرحلة الضرر اللي ممكن يحدث نتيجة وصفات الخطأ أو التمرينات الخطأ أتمنى أن ده الدرس ده يكون أفادكم ديكم مننا كل الدعوات الصحة والسعادة والسلامة والتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة